اليوم سوف نفرز الكرومب و اقولك كيف يقعد معك من السنة و للسنة و لا يجلد منك تماما سوف يتطلع من الفريزر سنة سيفضل صابح كما هو لكنك لسه عمله حالا و اقولك كيف تمنع الغازات و الانتفاخات الكرومب بكل سهولة و بساطة لكن امنا ندي الفيديو نسمي الله و نصلي على الرسول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم و بارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين السلام عليكم محترمين اليوتيوب ازايكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير لايك و شير و سبس كرايب الوصفة المميزة لايك يا جماعة بساوي كلمة شكرا على المحتوى اتمنى انتم تبخلوش عليها بلايك و اللي ما اشتركش يشرفني و نورني و اشترك في القناة علشان القناة تكبر بكم و اتفعلوا زر الجرس علشان تفعيل زر الجرس كل منازل فيديو و وصلك اشعر به النهاردة بقى عندنا كرومبتين بقى محترمين كده طبعا كلكوا عارفين ان الكرومب رخيص جدا و اتمنى يا جماعة انتم تشعروا الفيديو ده على قد ما تقدروا بنقى اصدقائكم علشان تعمل فائدة شايفين الكرومب اقولك ازاي تشتري الكرومب الاول اول واحدة واحدة معنا كده علشان نشوف التكات والتفاصيل بتاع الكرومب الاولى لشياءها كرومب الان لتشتري الكرومب الان تعالى لي نحوية تشتري الكرومب الان اوعي مساعدة ولكن اتبقى المهوية المهوية قوية لان اعزال الان التكات المحمد يتكي مهوية او ن tablespoons والحديث عن المنظة الحديث عن المقاطع اوعد اتبقى التهيل القوية هم سيكونوا حديث عن المنظة لون الورق الاغضر يحب الورق الاغضر انا نفسي يحب الورق الاغضر ونرى الكرومب معلقة الكمون سواء ان انت تفرزيه وسواء ان انت تعملي محشي وقتها على طول فدلوقتي انا احنا حلقة كبيرة جدا سلق الكرومب كنت كلنا عندنا حلقة كبيرة لسلق الكرومب كرومبه تخسليها تحت الحوض الاول وبعد كده الكرومبه اول ما بتشوف المياه يعني بتخش في السناية بتاع الورق الكرومب على طول الكرومبه يفكك لوحده انت بس بتقطعينه فوق بالسكينة واحدة واحدة كده انا بحب اسلقه كده مش بحب ان انا يعني في بعض الناس بتحط الكرومبه كده على الرخامة وتقطع الورق الاول ورق ورقها ممكن يتقطع منك كده لو انت عملت كده لكن هو بما يتقطعها على ناشف كده بيقى شبك في بعضه فيتعمل منك لكن دلوقتي هي اول ما بتلمس المياه السخنة على طول زي ما انت شايفة كده بتفك معاك من غير اولا تتقطع ولا اجرالها اي حاجة زي ما انت شايفة كده واحدة واحدة كده معانا وهو اقولك تعمل ازاي ما تسلوهش كتير يا دوبك المياه تغلي بس انا اعريك دلوقتي كل التفاصيل وهو اقولك ازاي تعديم السنة للسنة وميطلعش مجلد معاك ابدا بس خليك معايا لنهاية الفيديو علشان كل الحاجات اللي بقولها مفيدة جدا في تفريز الكرومب دلوقتي يا جامعة الموسم الكرومب برخيز جدا دلوقتي فممكن تجيبي بقى 3 اربح كرومبات كده وتفرزيهم على شهر رمضان كل سنة وحضركم طيبين انا ممكن اقطع الكرومبات كلا اذا انت شايفة دي الكرومبات كلا انا ممكن اعملها على مرة واحدة يعني ممكن اعملها على مرة واحدة يعني ممكن اعمل الورق ده كله مجرد ما المياه تغلي مجرد ما يتغلي هتقليب على طول تقليب اجيب معلقة كده كبيرة ومعلانة يكون ايه معلقة متينة شوية ونقوم بقلبها اليمة اول ما بتقليب اليمة التانية على طول تبدأ اتشليف الورق لا تسيبه كثير في المياه لان ما بيقعد اصلا في الفريزر يعني بياخد سوى شوية فانحنا ايه ما بنسيبه شكثير لشان ما انهيليش مني مجرد شوف انا بشوف المياه غلط هقلبوا على اليمة التانية على طول وابدأ شيء زي ما انت شايفة كده طبعا يا جماعة فيه ورق رؤية وفيه ورق تخين يعني فيه ورق كرمبة وفيه ورق بيبقى فيه عروق كده الورق الرؤية يستوي بسرعة لا بالعكس الورق الرؤية بياخد سوى اكتر من التخين كده يعني الورق اللي فيه عروق ده بيستوي بسرعة شايفين انا بقلب ازاي اهو بس ما فيه شهتة كده انا بحب اقلب اهو اهو كده هو غلم اليمة التحت وفيها اطلال للادع ورق من التحدي تحديث اطلال لبعض اطلال لبعض اطلال لبعض اطلال لبعض لا تحديث اطلال دلوقتي. اتمنى اللي محطش لايك وحط اللايك كل ما اشتركش يشيرك في كانت اهي زي ما انت شايفين هي الصينية كبيرة هي انا بجايبها علشان اوارها لكم احط ورقة جنب ورقة علشان يستخونها هتسويه اكتر منك. التزمي بس بالتفاصيل اللي بقولك عليها دي يعني الكروم بمتاعك هيعد معاك مستانا لستانا شايفة انا بشكله ازاي. بطول كده واحدة جنب واحدة. ما سبهوش في اي اغلي كتير يا دوبك هو لسه يعني اي اغلي من تحت اللي تحت اول ما خلصنا اللي فوق هيكون اللي تحت استوقع ومشيله على طول. انت موسم تخزين الكرومب يا جماعة دلوقتي لو استنيت كمان شهر الكرومب اللي هو البلجي بتاعنا ده هيخلص ويظهر كرومب تاني اللي هو بيقول عليه اللي هو السبعيني اللي هو الورقة بتاعه تخين اوي ده مش حلو ابدا اللي هو صغير كده انت دلوقتي تفرز الكرومب بتاعك لان الكرومب البلدي ده ملي سوء دلوقتي موجود في كل حد على شر رمضاء لكن الكرومب الصغير للورقة بتاعه تخين ده مش حلو ابدا هااا واه حبيت ان اقول لك الحقيق نفسك يعني هاااا شايفين اهو انا حطى ورقة جانب ورقة مش فوق بعضه ابدا شايفين انعمل هازاي انا بقولي الكلام ده المبتدئين طبعا ستات البيوت بيتها انا عارفين كل حاجة بس اللي هي العرائز بقى المنتات الصغيرة بقى ممكن ما بيقاش عارفين الكلام يجب ان تضعه على بعضه سخنه يستويه اكثر وانهري منه. يبقى ورقة جنب ورقة كما ترى. سوف تقطعه دلوقتي لكي تحتفظ به اطول مدة ممكنة في الفريزر. سوف ارهول كهوز كما هو عادي. يبقى حسب الكمية التي تحتفظ. سوف ارهول كما يجب ان تحتفظ. سوف ارهول كمية سبقا في الفريزر. سوف تقطعه كما يجب ان تحتفظ بقفل حسب الكمية التي تحتفظ كل مرة في القناة. نصبع طبق كيلو حسب كما تريد قطعه لا تقطع مربعات نصبع رول نصابع كالفر ورقة كرب وضع علي مربع نصبح اولا وحدا وبعد ذلك نصبع كالفر حسب طول الورقة الكورومة حسب الورقة الكورومة حسب الورقة الكورومة حسب الكمية تستخدم الورقة حسب الورقة الكورومة حسب الورقة الكورومة حسب الورقة الكورومة كما ترى نضع الكورومة كورومة حسب الورقة الكورومة تضعها في كورومة نضع ماء ماء تضع ماء وغل واحدة وشيلي هيبقى اكينه كورومبا عملها حيالا مش اكينه بقاله سنة ولا اكتر في الفريزر هيبقى اكينه لسه صابح اول ما تطلعي من الفريزر وهتحشي يبقى تغلي مياه وتسقطي فيها يدوب تغلي وترفعي ثاني وتحطيه في مصفى وتبدأي تحشي ودعي يدعي وحلوة بالفكرة اللي انا قلت لك على هذه الفيديو النهاردة يكوني على اعجابكم يا رب ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان كل منازل الفيديو وصلك اشعار به الى اللقاء واسبكوا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته